نبدأ إذن في هذه الوحدة الأولى بمحاولة تعريف المقصود بالأخلاق طبعا مصطلح الأخلاق يعني من المصطلحات التي نشئنا الشائعة يعني من أكثر الكلمات المستهلكة في لغة خطابنا اليومية يعني الجميع يتحدث عن الأخلاق والجميع يستخدم عبارة الأخلاق لكن ما هو يعني ما هي مصطلح ما هو دلالة هذا المصطلح بشكل دقيق هل نحن فعلا حينما نقول أو ننطق كلمة الأخلاق كلنا متفقون بخصوص دلالتها هل كلنا واعون بمعنىها بشكل دقيق هل كلنا متفقون على نفس المعنى المفكر العلماني إيماني الكانت لما تحدث عن السعادة قال السعادة مفهوم إشكالي لماذا هو مفهوم إشكالي سعادة؟ لأن الجميع يعتقد أن يعرف السعادة ولكن الجميع لما يريد أن يعرف السعادة يجد حرج كبير في تعريفها أو في التعبير عنها بشكل دقيق أعتقد أن الأمر مماثل تماما لعبارة الأخلاق الأخلاق عبارة كما قلت قبل قليل ترادفها في اللغة الإنجليزية The moral The moral هي الأخلاق في اللغة الفرنسية La mogal الآن في عبارة أيضا ترادف أيضا Ethic أو Ethics الأخلاق بالجمع في الفرنسية نقوله Leetic لكن في تفصيل بين المعنين يعني ممكن في سياق آخر نفاص طيب ما هو المدخل إلى تعريف المفاهيم بصورة عامة؟ عموما طلاب خاصة الدراسات العليا يعرفون جيدا أن هناك تحديد دلالة المصطلحات أو تحديد دلالة المفاهيم هو جزء إجرائي في البحث العلمي ضروري لا بد أن نتفق عليه لكن كيف نعرف المفاهيم بصورة عامة أو كيف نعرف المصطلحات؟ هناك المتعارف عليه طريقتين الطريقة الأولى هي الطريق اللغوي تعريف اللغوي ما المقصود بالتعريف اللغوي؟ التعريف اللغوي بأبسط المعاني حتى أقرب الفكرة مثل النبتة أو الشجرة الصغيرة التي تظهر فوق سطح الأرض هي تظهر كنبات فوق سطح الأرض لكن ما يختفي تحت ذلك النبات تحت فوق السطح الأرض تختفي الجذور الجذور فالواقع التعريف اللغوي أو الكلمات أو المصطلحات في اللغة هي مثل هذه النباتات لها شكل ظاهر فوق السطح نستخدمه ولكن لها جذور غالبا ما نجهلها طيب التعريف اللغوي هو محاولة في النزول من الكلمات المستخدمة إلى جذورها يعني كيف تكونت في اللغة يعني مركباتها الأساسية في اللغة من أين اشتقت؟ من أين أخذت في اللغة؟ هذا ما سنحاول أن نطبق على التعريف اللغوي للأخلاق فنقول أن كلمة الأخلاق في اللغة العربية هي جمع يقال في سغة المفرد فيجمع لمفرد الخلقي ولذلك تستخدم عادة في سياق الإشارة إلى من يمتلكها فنقول فلان له أخلاق وفلان على خلق وأصل الخلق في اللغة العربية اجتماع حروفه الثلاثة الخا واللام والقاف لكن هذا الاجتماع يعطي في اللغة العربية عبارتان مختلفتان أحدهما الخلق اجتماع الخا واللام والقاف الخلق بضم اللام وتعني الأخلاق والثاني الخلق الخلق بسكون اللام وفتح الخاء وتعني الهيئة الخارجية الإنسانية إذن في اللغة العربية يعني الخلق والخلق الخلق بضم اللام تعني الأخلاق التي نعرفها والثانية الخلق يعني الصورة الخارجية التي سوان الله سبحانه وتعالى سوان على أحسن خلق طيب إذن هذا بالنسبة للتعريف اللغوي إذن التعريف اللغوي هو اجتماع الحروف الثلاثة وضم اللام بالنسبة للتعريف الاستلاحي ما المقصود بالتعريف الاستلاحي؟ كلمة الاستلاح في اللغة تعني convention تعني الاستلاح يعني الاتفاق تعالوا نصطلح على أمر بيننا يعني تعالوا نتفق على أمر بيننا لكن المعنى الاستلاحي ليس هو المعنى الشائع بين جمهور الناس لا المقصود به أكثر هو الشائع بين جمهور علماء ذلك الفن يعني وهنا علماء الأخلاق إذن ما هي؟ تقريباً بعد بحثنا في التعريف المشهورة وجدنا أنا والدكتور أحمد غفيري وجدنا أن الأخلاق استلاحاً هي عبارة عن منظومة من القيم المتفق عليها تشترط ضرورة الاتفاق لأن في الغالب القيم هي مرجعيات جماعية أو اجتماعية إذن منظومة من القيم المتفق عليها التي تزين سلوك الفرد وتصنفه وفق معياري الخير والشر والفضيلة والرذيلة مثلما نذهب إلى البقالة ونطلب من صاحب البقالة أن يزن لنا كيلو مثلاً دقيق أو كيلو جرام من السكر أو كيلو جرام من أي مادة من الفواكه فإنه يحتاج إلى معايير يحتاج إلى القطعة الحديدية المكتوب عليها ألف مثلاً غرام يعني واحد كيلو غرام فيضعها في كفة الميزان ويضع المادة التي نطلبها في الكفة الموالية ويزن هذا طبعاً في الموازين التقليدي الآن ميزان إلكتروني لغير ذلك فتلك الوحدات التي نستخدمها للوزن هي عبارة عن مجموعة من القيم الأخلاق بدورها هي مجموعة من المعير التي تقيس لا تقيس السكر والدقيق والغلال لا تقيس السلوك وهي تبعاً لذلك منظومة من القواعد الأخلاق هي منظومة القواعد والمبادئ ذات الاحترام الاجتماعي العالي بالضرورة يعاقب من يتجوزها ويتجرع عليها يعاقب بماذا؟ بالتحقير والازدراء الاجتماعيين بينما من يلتزم بها يستحق التوقير الاجتماعي والتبجيل وزيتة على ذلك تكافئ الأخلاق الإسلامية وهذا خاص بالمجتمعات الإسلامية دون غيرها المؤمن الصالح بأكثر من الاعتراف الاجتماعي هو تكافئه بالجنة إن شاء الله فإذن هذا هو تعريف الاستلاحي تقريباً المتفق عليه بخصوص المفهوم الاستلاحي للأخلاق نأتي الآن إلى مفهوم الأخلاق المفهوم درجة أخرى في التعريف درجة عالية متقدمة لأن المفهوم هو الفكرة العامة للعبارة أو للمصطلح فهي المفهوم يدخلك في النظريات حول ذلك المصطلح فإذن هو مجموع الأفكار النظرية العلمية تقريباً للمصطلح لذلك المفهوم هو أرقى درجات التعريف في مفهوم الأخلاق وجدنا من خلال البحث أنه عبارة عن ميثاق اجتماعي الأخلاق في المفهوم هي عبارة عن ميثاق اجتماعي وعقد من القيم والقواعد الاجتماعية المتفق عليها في زمان ومكان معينين لأن الأخلاق ليست ثابتة عبر التاريخ وليست ثابتة حتى بين المجتمعات الحالية الأخلاق ظاهرة ثقافية وهي نسبية وهي اجتماعية وهي خاصة وهي متحولة فهي أحياناً حتى نقول أنها كائنة نامية الكائن الأخلاقي والمفهوم الأخلاقي هو كائن ينمو ويتغير عبر التاريخ وعبر المجتمع إذن هي ميثاق كما قلنا هي عقد تهدف إلى تحقيق ما يجب أن يكون معنتها الأخلاق تهدف إلى عالم بديل دائماً في مقابل ما هو كان الأخلاق دائماً تنقض الواقع ودائماً تريد أن تسم بالإنسان يعني هناك لغة أدبية عادة نقولها يعني الإنسان يتراوح بين منزل الحيوانية الغريزية وبين المنزلة الملائكية أو المنزلة الرفيعة فالأخلاق تحاول أن تخرج الإنسان من الحيوان نحو الملائكة أو نحو المثلي الأخلاق إذن تأمر وتنهى بموجب سلطتين معنوية ومادية تستمدهما من مصدرين داخلي الضمير وخارجي المجتمع من يحرص الأخلاق في وقع الأمر؟ هل الأخلاق شرطة خاصة؟ هل الأخلاق حرص خاص؟ هل الأخلاق قضاء معين أو سلطة قضائية أو محاكم قضائية؟ لا الأخلاق في العموم لديها سلطتين تستخدمهما سلطة داخلية داخلنا جميعا هي الضمير الأخلاقي والسلطة خارجية تستعين بها هي رقابة المجتمع إذن في هذه الشريحة وفي هذا الفيديو ماذا قدمنا؟ قدمنا مفهوم الأخلاق لغة واصطلاحا ومفهوما